اشتركوا في القناة هنتكلم فيه النهاردة والجزء الثاني الفيديو اللي جاي ان شاء الله بالنسبة للفيديو بتاع النهاردة عندنا الوحدة الثالثة تحت اسم future of box future of box يعني مستقبل الكتب وزي ما تعودنا في الاول بنستعرض خطة العمل الخاصة بالفيديو والنهاردة بنقسم الوحدة وبعدين كلمات الوحدة في الجمل دي في الجزء الاول وملخص الوحدة في جمل وتدريبات تقسم الوحدة زي ما قلنا هنقسمها الجزئين الجزء الاول هي بالكلمات زاد الوحدة في جمل وعشان نفهم مضمون الوحدة ايه وتاني حاجة القواعد وعندنا قواعدنا النهاردة اسمها صيغة ازمينة المستقبل صيغ وازمينة المستقبل يعني بعبر عن المستقبل ازاي هنعرف كل الصيغ والازمينة اللي ممكن نعبر بها عن المستقبل عندي هنبدأ بالكلمات كلمات الوحدة ونقراها كلها عندي اولا بابيروس بابيروس يعني ورق البردي الورق اللي كان بيستخدمه المصريين جلو يعني غراء ولو استخدمت كفعلة يعني يلسق بالغراء بالجلو جراس يعني عشبة او حشائش انسكولوبيديا انسكولوبيديا يعني موسوعة ريد نبات الغاب نبات الغاب ده هو عبارة عن نبات مجوف زي البوس كده وممكن بنستخدمه في الكتابة كان زمان بيستخدمه في الكتابة والحب عندي سوك ان ينقع فيه يعني يحط حاجة في المياه لفترة بريس يعني الصحافة دي كاسم بس كفعل لها معنى تاني دراي يعني يجفف فيه رولر يعني بكرة انفنت يخترع produce ينتج break into يعني يكسر الى ميكس باذ يخلط به كيميكولز مواد كيموية ليش يعني يبيض او ينظف ريمو فروم يزيل من جي 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 يعني جهاز رقمي صغير يعني زي الموبايل او اي جهاز لوحي بستخدمه بده بمعنى جي جيت 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 سيجنيتشر يعني توقيع عندي اونلاين يعني متصل بالانترنت واندر يعني تعجب واندرز عجائب ايبوكس يعني كتب الالكترونية لكن كلمة ايبوك نفسها يعني الجهاز اللي بيستخدم في قراط الكتب الالكترونية سكرين يعني شاشة شيت اوف تيبر يعني فرخ وراء او وراء فورشنالي يعني الحسن الحظ انفورشنالي يعني بسوء الحظ ري سايكل يعني يعني يعيد تصنيع يعيد تصنيع معناها اعادة تصنيع المخلفات مكشور يعني خليط انورموس يعني ضخم ليفت لات كتيب ديسك يعني ديسك اللي هو الديسك الصغير ده ادفورتز يعني اعلانات افيلابل متاحة ومتوافر افيلابلتي يعني توفر او ممكانية بابليك عام كوليكشن اوف مجموعة من هارد بوك كتاب ده غلاف قوي بيبر باك يعني غلاف وراء اوفلاين غير متصل بالانترنت داونلود يحمل من الانترنت ابلود يرفع ملفات على الانترنت سابسكرايب سابسكرايب يعني يشترك ومعناه هنا اشترك سابسكرايب يعني اشترك في صفحة الكترونية في مباعات كتاب الكتروني او تشترك في اليوتيوب على سبيل المثال page off صفحة من hold يعني يحمل او يمسك يحمل او يمسك button يعني زر publish يعني ينشر ينشر ده بيبخص بالصحف والكتب reduce يقلل cut down cut down يعني يقطع او يقلل من شيء معين stationery يعني مكتبة البيع الادوات المكتبية فقط بنسميها stationery لكن المكتبة البيع الكتب اسمها bookshop best seller يعني افضل مبيعات اللي بيحقق افضل مبيعات environment البيئة enthusiast يعني متحمس enthusiastic حماسي دي متحمس بالنسبة للشخص ودي حماسي بالنسبة للشيء enthusiasm يعني الحماس process عملية replacement بديل replace يحل محل research يعني بحث او كفعل بتستخدم يعني research traders يعني الدجار printing طبعة definitely بالتأكيد suppose يفترض prediction يعني تنبؤ city center يعني مركز المدينة وسط وسط البلد knock down يصدم generate يولد imagination خيال او تخيل pressure يعني ضغط electronic electronic يعني electronic log يعني كتلة من الخشب او حتى من الخشب بتبقى خصة بالشجر brochure brochure يعني كتاب او منشور ادعائي يعني منشور ادعائي عبارة عن منتجات ادعاء المنتجات والاشياء دي digital يعني رقمي دخص بالأجهزة الالكترونية انشور يضمن percent في المائة او نسبة المائوية period يعني فترة من الزمن او دورة زمنية straps يعني شرائط straps vulcano بركان press conference مؤتمر صحفي controversial book يعني كتاب مثير للجلب withstand pressures يعني تحمل الضغوط heavy burdens يعني اعباء ثقيلة exceptional circumstances يعني ظروف استثنائية casual observation ملاحظة عادرة work for the common good يعني الصالح العام the Egyptian knowledge bank بنك المعرفة المصري economic pressures يعني ضغوط اقتصادية press release يعني بيان صحفي household get gets يعني اجهزة منزلية download file files يعني حمل ملفات على الانترنت upload files يعني ملفات على الانترنت design a website يصمم موقع الكتروني economic dimension domination economic domination يعني البعد الاقتصادي wrapping paper ورقة غليف public library libraries يعني مكتبات عامة football enthusiast يعني متحمس بكرة القدرة ننتقل الى الجزء الخاص بملخص الوحدة في جمل وعندنا هنا بنتعرف الاول على الليسنينج فبنقتصر الليسنينج في بعض التلقيصات عندي بنتكلم على الإي بوكس ايهو الإي بوكس وايهو الإي بوكس الإي بوكس هنعرف ايه هي they are what are إي بوكس ايه هي الإي بوكس الإي بوكس they are electronic books دي كتب إلكترونية they can be read through an إي بوك reader الإي بوكس دي كتب إلكترونية ممكن نقراها عن طريق جهاز لوحي أو جهاز زي الكمبيوتر اللي هو الايباد بنسميه إي بوك ريدر بنقدر نتصفح فيه ونتجول فيه زي ما نعرف well you download e-books from the internet on an e-book reader أولا بنحمل الكتب الإلكترونية على الإي بوك ريدر أو الجهاز اللي بنخلاله بنقرأ الكتب الإلكترونية the e-book reader إيهو is a small computer about the size as a paperback it has a screen like the page of a book القرأ القرأ الإلكتروني هو عبارة عن حسب آلي صغير حجمه زي حجم ورقة الكتاب العادي وفي شاشة زي صفحة الكتاب الزب so you read the book on the screen and return the pages by pressing buttons or by touching the screen you can download many kinds of box books but in the future they will probably published every new book as an ordinary book and as an e-book that sounds amazing but if you have to pay for the reader and the download that must be expensive the book but this was interesting that the volume will become the name of a book but there is a problem with the title because the name of a book is an e-book also the title لكن انا اكتب ان النظر سيقوم باستخدام المونيين كلهم سيببهم فهو اسعارها غالية لان مفيش ناس كتيره مشتريه حتى الان لان هي ظهرت جديدة بس مجرد انها تكتر و الناس هتشتريها اكتر سعرها طبعا هينزل فهانو النيو جيد جيدس are always expensive when only a few people are buying them للا جهزة الجديدة دائما بتكون مرتفعة السمن لما يكون في ناس إليه لم يشتروها لكن لما تنتشر على مستوى أكبر ويكون في تنفس أكبر وتصنيع أكبر فهيكون أسعارها أقل The publisher will never replace the traditional books completely النشرين اللي بينزلوا الكتب استحال أن هما يستبدلوا الكتاب الورقي تماما بالكتاب الإلكتروني لكن ممكن ينزل منه النسختين الإلكتروني والورقي But when more books are available online I think we will read most bestsellers as e-books بس لما تكون متوفرة الكتب الإلكترونية أكتر على الـ online طبعا هنقدر نقرأ كل الكتب بما فيها الكتب اللي هي الأكثر مبيعا On the other hand I am sure the publisher won't replace some kinds of boxes that are large or where pictures are important من ناحية أخرى النشرين اللي هو بينشر الكتب في استحالة أن هما يغيروا الكتب أو يستبدلوا الكتب كل نوع الكتب لأن في بعض الكتب اللي هي بتحتاج لصور أو يكون الحجم بتاعها كبير فاستحالة أن نحن ممكن نستبدلها الكتب الإلكترونية e-books are good for the environment too think of all paper that we can save الكتب الإلكترونية صديقة للبيئة لأن هي بتساعد البيئة في حمايتها لأن الورق نحن نستخدم ورق كتير والورق ده كله بيضر بالبيئة هنعرف فيه من بعد بنعمل الورق إزاي لذلك هو الإي بوكس بتوفر معنا كتير they are program about the future of books on TV في برنامج هيكون عن مستبل الكتب في التلفزيون the program starts at 7 o'clock tomorrow evening هيبدأ البرنامج في تمام الساعة السابعة مساء الغد ودي صور للإي بوكس زي ما قلنا ده الإي بوك ريدر وازاي أنا بتصفح الكتب داخلي ننتقل إلى جزء الثاني وهو history of paper history of paper يعني مستقبل الورق أسف تاريخ الورق تاريخ الورق إمتى تصنع ومين أول نصنعوه وإيه تدريجه الحادث ما وصل لنا دلوقتي كشكل ورقي أولا الورق مر بكذا مرحلة أول مرحلة منهم المصريين القدماء دايما البداية كلها عند مصر الأديمة عندنا دايما حضرتنا عريقة فأول نصنعوا الورق اللي هو الأديم وكانت فكرة صناعة الورق هم المصريين القدماء في مصر القدماء استخدمنا الورق نبات اسمه الورق وصنعنا منه الورق نبات البردي هو ده شكله ده شكل نبات البردي اللي استخدمه المصريين القدماء في صناعة البرديات أو ورق البردي البردي قبل ما يستخدموا طبعا الورق البردي بيجيبوا النبات ينقعوه في المياه ويضغطوه في المياه لفترة وبعدين بيضغطوهم مع بعض وينشفوه في الشمس فيصبح ورق البردي اللي احنا بناستخدمه كنا بناستخدمه في الكتابة ايام المصريين القدماء لما بالنسبة للورق الحديث مين اللي اخترعوه هما السنين The Chinese made the first paper 2000 years ago اللي هو الورق الحديث الورق الحديث اللي بناستخدمه حتى الان كان بيصنعوه من القط وبعدين بيصنعوه من الشجر In the 18th century في القرن الثامن عرب travelers who traded with China learned how to make it too في القرن الثامن تعلم التجار العرب اللي كانوا بيروفوا للتجارة مع الصين ازاي يصنعوه الورق At first paper was very very expensive because people made it from cotton but later it was made from wood and so it became much cheaper في البداية كان الورق غالي عشان كان بيتعمل من القط لكن بعد كده تم صنعته من الخشب خشب الأشجار عشان كده سعره كان أرخص To make paper ازاي هنصنع الورق بنصنع الورق ازاي أول حاجة People broke the wood into small pieces which they mixed with chemicals and then bleached it They then removed the water from the mixture The mixture passed through hot roller To produce continuous pieces of dry paper أول حاجة بنجيب الخشب ومنقطعه قطع صغيرة وبعدين نخلطه بالمواد الكيموية وبعدين بيتم تبيضها أو تنظيفها وبينزيل الماء منها يعني بنجفف الخليط لأنه بيمر على بكرات ساقنة في المكينات اللي هي اللي بتصنع الورق وبيتجففه فبينتج عنها قطع كبيرة من الورق أو رولات من الورق الكتير Every year كل سنة We cut down millions of trees to make new paper Fortunately They The type of tree that gives us the best food for making paper grows very quickly But you can also recycle all paper We make most of today's newspaper and magazines from recycled paper كل عام بيتم قطع ملايين الأشجار عشان نصنع نصنع الورق الجديد بس الحسن الحظ إن الأشجار دي بتنمو بسرعة وكمان عندنا إعادة تصنيع الورق يعني الورق القديم بنستخدمه في إعادة التصنيع وبننتج منه المجلات والجرائد لذلك بنلاحظ إن ورق المجلات والجرائد مختلف شوية عن الورق العادي For hundreds of years نصنع الورق العادي نصنع الورق العادي لتصنيع الورق العادي أهمية الكتب في التاريخ نختكمن إلا هي نقلة المعرفة من جيل لجيل آخر الورق العادي نصنع الورق العادي نصنع الورق العادي مثل ايجبشن نصنع الورق العادي ممكن نحن نقرأ الكتب ونحن متصلين بالإنترنت والموقع الإلكترونية ومن أهمها طبعا بنك المعرفة المصري اللي ممكن أي طالب من منكم أو طالبة ممكن بيدخل وبيسجل وبيقدر يقرأ الكتب بتوفرها الموقع بعض الورق العادي لا نعتقد بأن فهم نتقرأ الكتب وهي مدفرة فهي مدفرة لنصنع الورق العادي اعتقد بعض الناس انه فيكون لدى الجميع او هاتف ذكية ويحصل على المعنوات كلها من الانترنت كذلك هما يعتقدوا بقوة أو يؤمنوا بأننا لا نحتاج المكتبات وتصبح الكتب الورقية جزء من التاريخ هذه صورة توضيحية لـ History of Paper تاريخ الكتب تاريخ الورق فعندنا المصرين القدماء 2400 سنة قبل الميلاد هما صنعوا البيبر والصينيين 105 سنة بعد الميلاد صنعها السنين بالورق الحديث كذلك ننتقل للجزء الخاص بالتدريب وعندنا حوالي 39 نقطة اختياري أنا حلت لكم منهم 26 والباقي بتحلول وحدكم عشان تختبروا مدى فهمكم للدرس نمبر 1 My mother has a special نقطة for cutting vegetables especially Goge Garage Giggage Giggage Gits ولا Garmage طبعا Giggage اللي هو إيه الجهاز نمبر 2 I am going to downtown download downstream downplay some information from the internet download يعني أنا بحمل معلومات من الانترنت نمبر 3 The television's picture is really clear You have an enormous بلا شك screen انت عندك التلفزيون الكلام فيه واضحة والصورة بتاعت واضحة ان عندك شاشة كبيرة This novel is not available as an epoch yet يعني هزي المعلومات لم تعود متاحة لم لست متاحة حتى الان نمبر 5 Her brother has not shown any enthusiasm for any sport off يعني هاقوها مش متحمس لأي رياضة ما بيظهر شي أي حمس نمبر 6 I wanted to complain to the manager أنا عوز أشتكل المدير but he was unavailable unavailable يعني مش موجود أو غير متاح نمبر 7 to start the machine عشان نبدأ نشغل المكانة just give this button a press يعني اضغط على الزر ها تشتغل المكانة نمبر 8 أو الآلة نمبر 8 The television is not on can you press the button نمبر 9 A أو N Encyclopedia يعني Encyclopedia اللي هو الموسوعة is a large book that contains fact الموسوعة هي كتب كبيرة تحتوي على حقائق الموسوعات دايما لها كبيرة وتحتوي على حقائق لأنها بتسجل فيها أرقاب مبينات نمبر 10 To press is to push something hard to press يعني تضغط على شيء مقوم نمبر 11 هلا was full of not for the plan enthusiasm يعني عنده حماس قوي لتنفيذ الخطة نمبر 12 you can get the novel as an from the bookshop as an e-book e-book number 13 she is not very not about the idea هنا madame is فنستخدم معاها الفعل اللي هو enthusiastic enthusiastic متحمس number 14 when more people buy something the price goes down يعني السعربي الخفض number 15 he is a football enthusiast يعني هو متحمس لكرة القدم أو مشجع لكرة القدم he plays and watches at number 16 he has not showing any enthusiasm for any kind of sport number 17 that play is very popular المصرحية دي مشهورة جدا you better you had better check the availability of the ticket عليك انك انت تشوف هل في امكانية الحكز تسكرة ولا لا number 18 my first computer did not work so they send me a replacement يعني ارسل لي بديل number 19 the air is cleaner now there has been a reduction in the use of car يعني الهوى اصبح انقاه شوية لان احنا استخدمنا قلة في استخدام السيارات number 20 my exam results were comparing to my brothers comparing to my brother بالمقارنة مع اخي number 21 after the storm بعد العصفة workmen removed lots of sand from the roots ازالوا كثير من الرمال على الطريق number 22 there has always been a lot of trade between Egypt and Europe في تجارة كثير ما بين مصر و اوروبا number 23 today paper plastic and glass can be recycled يعني الورق والبلاثيك والزجاج ممكن نعمل اعادة تصنيع number 24 before you can cook these beans you have to soak them for three hours قبل ما تسوي الفول ده لازم تنقع في الماية المدة ثلاثة ساعة number 25 the story is an interesting mixture of fact and fiction يعني القصة القصة هي خليط مثير ما بين الحقيقة والخيال number 26 you can bleach white shirts to keep them looking clean bleach يعني تنظف من البقعة أو تبيض تقل من 27 إلى 39 هتحل لها انتو هاره لكم number 27 oil and water don't fix break prefix suffix mix even if you shake them together they separate number 28 the vase the vase or vase الاثنين صح not الانجليز بريطاني بنقول the vase أما not الانجليز الامريك بنقول vase pulled rolled pushed walked off the edge of the table and smashed number 29 these shirts are old richard pinched pinched watched number 30 oh and cd rom encyclopedia screen get 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 is a desk on which information can be stored number 31 the to please to please is to make something right fight white white by using chemicals number 32 a o n process mixture operation development is something made by mixing two things number 33 to repeat retreat renew recycle is to put used of objects through a process to be used again number 34 a roller 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 boiler wicker is around pieces of wood or metal that can be rolled number 35 to stock shrink sock remove means to cover something with liquid for a period of time number 36 grants are the unable available collectible and valuable to students who have high grades number 37 when we use less paper hundreds of forests will be destroyed demolished built saved number 38 recycling receiving reappearing recording is definitely good for the environment number 39 papyrus was used for shrinking writing continuing sneezing and drawing on وبكده انتهينا من الفيديو وانتهينا من التدريبات اتمنى تكون استمتعتم بكل المعلومات اللي موجودة في الفيديو واتمنى تكون استفدتم من الفيديو ده والفيديوهات اللي فاتت وان شاء الله في عندنا فيديوهات جاية نجاحك بيكون بايدك دايما لازم يكون عندك التزام وعزيمة وإرادة وتنظيم وإصرار وثقة بالنفس ودايما لازم تتذكروا ان التعليم هو متعة مش ضغط عصبي ونفسي تتكر وذكر كويس وان شاء الله ربنا وفقكم ووفق كل الطلبة وطلبات سنوية عامة واشوفكم في فيديوهات جاية ان شاء الله شكرا لكم